ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بمعدل درجة ونصف درجة مئوية قبل عام 2050 هو الهم الأكبر لعلماء المناخ لذلك تنعقد مؤتمرات المناخ بصورة منتظمة للتوصل إلى حلول قبل وقوع كارثة بشرية لكن يبدو أن المخاوف باتت تقترب من الواقع أسرع مما توقع العلماء حالة طوارئ تعيشها كل من الولايات المتحدة والهند جراء موجات حر غير مسبوقة تضرب البلاد ضحايا بالمئات وحرائق وخراب في كل مكان يعود ارتفاع درجة الحرارة في القسم الجنوبي الشرقي من الولايات المتحدة لموجة حر ناتجة عن نظام الضغط العالي في الغلاف الجوي الذي يحلس الهواء الساخن وفق العلماء فيما ارتفعت درجات الحرارة في الهند لتأثرها بمنخفض الهند والسودان الموسميين الذين يزيدان من نسبة الرطوبة في الجو لتسجل درجات الحرارة 43 درجة مئوية في ولايتي بيهار وأوتار براديش المقتضتين بالسكان متجاوزة المعدلة الطبيعية بخمس درجات كما سجلت الرطوبة نسبة 25% ليلقى ما لا يقل عن 170 شخصا حطفهم في حصيلة أولية للخسائر جراء موجات الحر الحالية ومع استبعاد دائرة الأرصاد أن تنخفض الحرارة في الساعات المقبلة يحذر العلماء من ارتفاع درجة حرارة الأرض بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعا مع استمرار تحطيم العديد من السجلات المناخية للأرقام القياسية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر